موسيقى السلطعون الملكي العملاق يعيش على الساحل النارويجي صيد السلطعون شمال النارويج ينقذ العديد من التجمعات القروية قد يكون كثيرون في قرى فينمارك مدينين بحياتهم لهذا السلطعون نحن ثمانية موظفين هنا في هذا الموسم من داخل خليج بورشانغر يعود السلطعون الملكي بدخل يبلغ 45 مليون في السنة مع خط النقل الجديد من لاكسلف يصل السلطعون الحي إلى آسيا خلال 17 ساعة علينا أن نفرزها حسب الحجم لأن هناك أصناف مختلفة قبل حزمها وفق الحجم الصحيح مجموع ما تم تصديره من السلطعون الملكي تجاوز نصف المليار عام 2016 بيلي فيور هو واحد مما ينقارب العشرين مركز استقبال السلطعون في فينمارك معظمها يقع في أماكن صغيرة ونائية ازدادت العائدات الآن في المحل بنسبة 30% المدرسة المهددة بالهدم لا تزال على قيد الحياة وهناك طلب على المنازل هذا جيد فلا يحتاج المرء لأن يذهب إلى لاكسل كي يعمل المكان هادئ هنا ولديك كل ما تحتاج لكن بدأ كل شيء في مكان أبعد قليلا في خليج بورشانغر في ريبوك كانت أسرة كارلسون أصلا تعمل بالسياحة تطلبت هذه الطاقة مزيدا من الطاقة لكسب المال من السياحة كما أن للسلطعون أهمية أكبر بكثير بالنسبة للمجتمع المحلي وهذا ما يجعل التوطين مستمرا في أماكن كثيرة والربح ازداد بالنسبة للكثير من الصيادين وهذا يخلق المزيد من الوظائف لذا فهذه دورة عمل جديدة أتت إلى فنمارك ترجمة نانسي قنقر